اشتركوا في القناة ومسيقية تعليم الأساسي تضرب عن التدريس احتجاجا على ما تصفه بالأوضاع المزرية التي يعيشها المعلم موريتانيا ترحل مهاجرنا غير نظاميين ومقيمنا في مدينة وذيبو بصفة غير شرعية وتحقق مع متهمنا بتهريب البشر اهلا بكم الى تفاصيل هذه النشرة عقد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني مباحثات مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوب أمس الاثنين في اطار زيارة الدولة التي يؤديها حاليا للامارات والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم كما خصصت الامارات مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لدعم القطاعات الحيوية والتنموية في موريتانيا وفيما رحب حاكم دبي بالاتفاقيات يوم ذكرة التفاهم بين البلدين معتبرا إياها حجر الأساس لتنظيم وتأطيل العلاقة الأخوية القائمة بين البلدين وإيصالها إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعيد أعرب أولي الغزواني عن سعادته بالزيارة وتثمينه عاليا لمخرجتها في إطار أنشطة زيارة نفسها التقى الرئيس محمد الشيخ الغزواني ممثلي الجالية الموريتانية في الإمارات وأعلن خلال اللقاء وزير الخارجي اسمعيل الشيخ أحمد أن عدد الموريتانيين في الخارج يتجاوز نصف مليون وأن الاهتمام بهم وتفعيل دورهم مشكل أولوية الأولوية للحكومة بما تصدر مطلب ممثل الجالية فتح فرع للجامعات والمعاهد والمدارس الوطنية في الإمارات وإطلاق خط جوي وآخر بحري بين البلدين وتنظيم جائزة للجودة والتمييز وإنشاء مركز للحكمة ومنح قطع أرضية لأفراد الجالية داخل الوطن إلى شأن منفصل حيث دخل المعلمون المنضوون تحت منسقية التعليم الأساسي في إضراب عن التدريس لمدة يوم كامل احتجاجا على ظروفهم التي يصفونها بالصعب ورفض الوزارة الوصية التفاوض معهم حول مطالب سبق أن تقدموا بها ووفق النقابات فإن نسبة نجاح إضرابهم عن العمل ارتفعت بالمجمل رغم تفاوتها في الولايات والمؤسسات نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي النقابات المنضوية تحت منسقية التعليم الأساسي في موريتانيا تتوقف عن العمل يوم الاثنين طلبا لتحسين ظروف المعلم الموريتانية والتي لا ترقى وفق المضربين عن العمل إلى تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة يأتي ضمن المصطرة النضالية التي تنظمها منسقية التعليم الأساسي التي تضم أبرز نقابات التعليم الفاعلة على التراب الوطني ويأتي هذا التوقف من أجل تسلط دائرة الضوء ولفت الأنظار إلى حال المعلمي الذي يرزحه تحت أعبائه المادية الذي لا يملك أبسط من قويمات الحياة الكريمة تأمين المدرس أثناء تهديته عمله كان مطلبا أخر حضر بقوة في مطالب المعلمين الموجهة إلى السلطات العمومية والتي من أجل تحقيقها جاء الإضراب حاسب على أن الراتب الذي عنده ما هو مفر له حاجياته الأساسية في داره لا يتم عنده نقص يتم عنده نقص فتادي يتواجبه ذانيا لأمن المعلم داخل المدرسة يعود مولي آمن ما هو حاسب على أنه أي ضرر يقد جلح وبحسب مصادر تحدثت لقناة المرابطون من داخل منسقية التعليم الأساسي فإن نسب نجاح الإضراب مرتفعة على المستوى العام رغم تفاوتها على مستوى الولايات والمقاطعات وحتى داخل المقاطعة الواحدة ووفقا لإحصائيات الإضراب في مقاطعة تفرغزينة يضيف المصدر فإن هناك تسعة مدارس أضربت منها خمس بالكامل وأضربت اثنتان جزئيا فيما لم يضرب أي من طواقم المدرستين المتبقيتين وهو ما يعكس الوضع العام للإضراب على المستوى الوطني يؤكد المصدر انطلقت في نواكشوت أعمال دورة تكوينية حول الحماية الاجتماعية منظمة بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة تلاقش مفاهيم الحماية الاجتماعية لضمان تغطية المخاطر الصحية والمقاربات الموريتانية في هذا المجال وقال رئيس الجمعية الموريتانية للعاية المعاقنة بالجذام أحمد عبد القادر إن الأشخاص المعاقنة بهذا المرض تمكنوا من الاندماج في المجتمع وباتت تتوفر لهم العلاجات التي يحتاجونها يشرفني باسم الأشخاص المعاقنة والمرضى بمرض الجذام وأصدقائهم أن أستقبلكم في المتحف الوطني حيث عبقوا التاريخ الموريتاني وأرحب بكم وأشكر لكم حضوركم معنا اليوم لمشاركتنا تخليد الذكرى السابعة والستون لليوم العالمي للمجذومين هذه الذكرى التي تمثل جزءا من النجاحات التي تحققت في مجال التعبئة الاجتماعية والحماية الطبية لصالحنا نحن الأشخاص المرضى والمعاقنة جراء مرض الجذام إذ أصبح لمرض الجذام علاج شافي بإذن الله وفعال بإذنه وتم قبول مرضاه ومعاقيه ضمن النسيج الاجتماعي للمجتمع حيث يقول رفيق دربنا وزميلنا الأديب الشاعر أستاذ لغة برايل مصطفى والهنون أصبت قديما بداي الجذام وصرت أخوض غمار الزحام بعزم يماذل صم الصخور وعقل يزيح ظلام العصور وأسهر ليلي نظم عدد من الطلبة المدرجين على قوائم الانتظار في مسابقة الأتذى وقفة احتجاجية أمام المدرسة العليا للتعليم بن واكشوت مطالبنا باستماح لهم بدخول المدرسة مع زملائهم الناجحين ويقول هؤلاء الطلبة إنهم أولى بالاكتتاب من مقدم خدمات التعليم وأن حاجة الوزارة إلى الطاقم التدريسي يفرضوا قبولهم باعتبارهم نجحوا في تجاوز كتابيا وشفهيا نحن هذا مجموعة من الشباب شاركنا في المسابقة السنوية لتعدل المدرسة العليا للتعليم واستطعنا تجاوز المرحلة الكتابية والشفهية وبعدها كان مصيرنا في لوائح الانتظار وعلم أن مجموعة عدد لوائح الانتظار في المدرسة العليا للتعليم لا يصل أربعين أثنين وثلاثين تقريبا وفي نفس الوقت النقص حاصل ومستمر في المؤسسات التعليمية على عم التراب الوطني والدولة تكتتب مقدمة خدمات التعليم وهي عندها مجموعة قلة من لوائح الانتظار فات اجتازة المرحلتين الكتابية والشفهية وأهلا عند الأهلية تامة لولوج المجال التعليمي ووصول المدرسة العليا للتعليم هذا بدلا من تكتتب مقدمة خدمات التعليمية عندها مجموعة من الشباب تم انتقاع المعايير عادة اللي يتم انتقاع عليه لساتيا كتابيا وشفهيا لحد الساعة معلقة معلقيا اسمها كالواح الانتظار نطالب من هذه الوقفة وزارة التهديم والجهات المعنية بشكل عام دمجنا مع زمناء في المدرسة العليا للتعليم في أسرع وقت خاصة عن حاجة ماسة لوجودنا في مؤسسات التعليمية واستعدادنا التام فينا وحدان من مدرسين في التعليم الحر عندهم تجربة وبالتالي ما عندهم أي مانع منهم يرجو لمجال التعليمي أعلنت السلطات الموريتانية على مستوى مدينة واذبو عن ترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بموجب اتفاقية بين موريتانيا وإصبانيا في هذا المجال ومن بين المرحلين في هذه العملية عدد من المقيمين في المدينة بصفة غير شرعية كما أوحيل متهمنا بالضلوع في عمليات الهجرة غير النظامية إلى القضاء وفق ما نقل عن سلطات المدينة نتابه 160 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة حصيلة عدد المهاجرين غير النظاميين في الشهر المنصر والذين رحلتهم السلطات الأمنية من الأراضي الموريتانية إلى بلدانهم الأصلية بعد محاولات عبورهم إلى الأراضي الإسبانية ارتفاع هذا العدد جاء بعد عودة ترحيل المهاجرين إلى الواجهة في عملية إحباط السلطات الأمنية في مدينة واذبول عملية هجرة مساء الأحد كان أصحابها يستعدون للإبحار نحو جزر الكناري قبل أن يتم اعتقالهم من قبل الشرطة وترحيل أربعين منهم إلى بلدانهم وبحسب ما نقل عن السلطات الجهوية بمدينة واذبو فإن من بين المرحلين أيضا مقيمين في المدينة بصفة غير قانونية كما أوقفت السلطات على إذر العملية ثلاثة أجانب متهمين بتنظيم رحلات غير شرعية وتهريب المهاجرين من الأراضي الموريتانية إلى أوروبا وستتم إحالتهم إلى العدالة وكانت السلطات الأمنية في مدينة واذبو قد علنت خلال الأسابيع الماضية عن ترحيل ستة وأربعين مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم بعد أن أعادتهم مدريد إلى العاصمة واكشوت عقب وصولهم إلى جزر الكناري الإسبانية عبر المياه الإقليمية الموريتانية وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين موريتانيا وإسبانيا حول المهاجرين غير النظاميين موضحة أن أغلب المهاجرين ينتمون إلى مالي والسنغال وبعضهم من غينيا وساحل العاج وخلال السنوات الأخيرة باتت مدينة واذبو معبرا رئيسيا للمهاجرين إلى أوروبا مما جعل السلطات الموريتانية تتبنى استراتيجية أمنية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية من أجل حماية سواحل الجمهورية ومعابرها الحدودية وكثيرا ما أودت محاولة الهجرة بحياة المغامرين فيما باتت تسمى برحالات الموت التي أدت نهاية العام الماضي إلى وفاة عشرات الرعاية السنغاليين والغانبيين وهو ما علقت عليه السنغال بأن الهجرة غير شرعية تهريب مهين للبشر وأعربت غانبيا عن نيتها في محاسبة الضالعين وصل عدد من طلاب الموريتانيين في الصين إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية رفقة رعاية من ثلاثة جنسية مغاربية وكانت الجزائر قد تكفلت به نقل طلاب الموريتانيين والليبيين والتونسيين المقيمين في الصين بعد تفشي وباء كورونا في عدد من أقالمها وبحسب الصحف الجزائرية فقد قررت سلطة الصحية بالجزائر أخضع الطالبات والفريق الطبي الذي رافقهم لفترة عزل صحي تدوم 14 يوما بجراح أعد لهم بأحد فناتق العاصمة نتاب طائرة جزائرية تقل رعاية أربعة دول مغاربية تحط بمطار هواري بومدين قادمة من مدينة ووهان عاصمة مقاطعة ووبي الطائرة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية حملت 36 جزائريا أضلبهم طلبة وعشرة تونسيين وليبيين وموريتانيين دون الافصاح عن عدد رعاية كل دولة على حدة وحسب وكالة لاناظول فإن الطائرة تحطت بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة منتصف النهار وسط إشراءات أمنية مشددة وحضور مكثف للفرق الطبية وأفراد الأمن وجمع من الصحفيين وذكرت ذات المصادر أن الطائرة الجزائرية غادرت للصين يوم الأحد الماضي لإجلاء جزائريين في الصين وأجلت معهم رعاية دول المذكورة حسب طلب سلطاتها وسيخضع القادمون الجدد والفريق الطبي الذي رفقهم لفترة عزل صحي بأحد فنادق العاصمة الذي تم إعداده بعتاد طبي للتأكد من سلامتهم ويدوم العزل أربعة عشر يوما وكانت السفارة الموريتانية بالصين قد حذرت في الخامس والعشرين يناير جاليتها في الصين وخاصة بمدينة موخان بإقليم خوبي وشددت على توخي الجميع للحذر واتخاذ كافة إجراءات السلامة في بيان نشرته السفارة وأضاف البيان بالنسبة لأفراد الجالية المتواجدين في إقليم خوبي والراضبين في مغادرة الإقليم عليهم أن يزود السفارة عبر البريد الإلكتروني بأسمائهم وأرقام هواتفهم إضافة إلى عنوان الإقامة ووجهة السفر ووسيلة النقل ليتسنى إرسالها إلى سلطات مكتب شؤون الخارجية على مستوى الإقليم الخارجية الموريتانية عبرت عن امتنانها لما قامت به الحكومة الجزائرية منوهة بالتعاطي الإجابي الذي لقيته السفارة الموريتانية في بيجين أثناء عملية إجلاء الطلبة من إقليم خوبي وذكرت الخارجية أن أربعة طلاب موريتانيين قرروا المغادرة فيما فضل اثنان البقى وتعيش الصين حالة استنفار ضد وباء كورونا الذي تصدر المشهد الإعلامي وخلف مئات القتلى والمصابين ويعتبره المختصون وباء العصر دون مدافع رياضيان في هذه النشرة خسر أفسيان وذيبو من جديد أمام نادي بيراميدس المصري المصري بهدف نظيف على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القهرة في مباراة لعبت مساء الأحد وتأتي المواجهة ضمن الجولة السادسة والأخرة في دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وقد أوصلت النادي المصرية للدوري ثمن النهائي لبطولها فيما غادرها النادي الموريتاني نتابع على ذات الملعب الذي خسر عليه بطل الموريتانية أفسيان وذيبو بسجداسية بلقاء الذهاب وبعد اتفاق بين إدارتين ناديين تقضي بإقامة لقائية بسبب أن المباراة تحصل حاصل من نسبة لكل الفريقين بعد معرفة المتآهلين للدور القادم وبحكم الخروج أفسيان وذيبو رسميا ولتخفيب التكاليف على الجانبين بحسب المعلومات وقيم لقاء الإيابي أمس الأحد على نجيلة استدى الدفاع الجوي مع قل بيراميدس هجمات لبيراميدس منذ انطلاقة اللقاء وكأن الفريق ليس هو المتصدر بخمسة عشر نقطة ضمن بها التأهل إلا أن تلك الهجمات وجدت استدى العالي كويته في انتظارها وهو الذي لطالما ذاد كعادته بالدفاع عمر ما في أكثر من هجم حاول ماما سيسي رد الفعل البرتغالي لكن تعثر النادي في لقاءاته السابقة نعكس على فرصه الضائعة في هذه المباراة عرضيات ياسين الشيخ الولي لم تجد من يدخلها شباك النادي المصري فارتباك حمي وضع فرصة التقدم في آخر ظهور له في البطولة الإبريقية هذا الموسم ظل لاعبوه يواصلون بحثهم عن هدف التقدم حتى الدقيقة التاسعة والخمسون حينما تابع الغاني جون أنتوي رأسية أحمد أيمن مصور مانحا فريقاه التقدم محاولات من عبدالله السعيد كانت أخطرها من ضربة الحرة وجدت كويته في المكان المناسب هي ظل المد الهجومي المصري متواصلا حتى نهاية المباراة السادسة لأفسين وليبو في كأس الكونفترالية الإفريقية لكرة القدم هذا الموسم خسارة لأفسين وليبو هي الرابعة في دوري المجموعات من كأس الكونفترالية في مشاركة هي الأولى له في هذه المسابقة حيث جاءت هذه الخسارة تحديدا أمام الفرق المصرية فيما صعد بيراميدس للدوري الثاني كمتصدر لمجموعة رغم أنها مشاركته الأولى هو الآخر على مستوى المسابقات الإفريقية إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها الرئيس الموريتاني يلتقي حاكم دبي وممثلين عن الجارية الموريتانية بالإمارات نسقية التعليم الأساسي تضرب عن التدريس احتجاجا على ما تصفه بالأوضاع المزرية التي يعيشها المعلم موريتانيا ترحل مهاجرنا غير نظاميين ومقيمين في مدينة وذيب بصفة غير شرعية وتحقق مع متهمين بتهريب البشر يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامجي القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة في الثالثة مجاز إخبار يوم بحول الله إلى اللقاء